عن موضوع دفن أبو بكر وعمر جنب رسول الله صلى الله عليه وآله يقال لو كانوا دول منافقين كان رفض النبي بأنه يدفنوا جنبه إيه ردك على الكلام ده؟ إنه لله وإنه ليه راجعونه هو أصلا في حد ذاته هو بيستدل بالذنب اللي عملوه على أنه منحة إيه دي المشكلة في إختلاط المفاهيم عند الناس دي الرسول صلى الله عليه وآله لما استشهد وتوفى الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر قال نحن معاشر النبياء لا نورف ماشي يا أبو بكر إحنا معاك ما تركناه صلق إحنا معاك وفاطمة ما ورثتش حاجة تسمعنا أستاذ فايز سامعك سامعك سوطك واضحاوي لا اسمع الحتة دي أصلي جديدة برضو برنا 14 قرنة ما تقريتش علشان خاطري يعني ستين الصدقة ما ورثتش النبي أهل السنة يقولك كده بتعلم الضلالية يقولك آه ورثة العلم طب لما يا ورثة العلم موقفتوش وراها ليه يقولك ما ورثتش الفلوس يعني يا ورثة العلم طب يا لما يا ورثة العلم وخلفت أبو بكر يبقى مفروض أبو بكر ورث الجال يبقى المنطق بتاعكم تقف ورا العلم لكن دون ناس ضلالية زي نفس السؤال الراجل بيسأله بس الراجل ده عاوز يسأل يعني لأنه هو باخد شبهات الضلالية يا أستاذنا الرسول صلى الله عليه وقالي خلاص استشهد أصبح خلاص استشهد انتقل إلى علام البرزق انتقل إلى علام الآخرة هو موجود لم يأذن لهؤلاء أن يدخلوا من أذن لهم هذا ملك لرسول الله صلى الله عليه وقاله والرسول قال لنا أنه ورث وأبو بكر قال لي الكلام ده والبخير قال لي الكلام ده وأنا معاهم ومنهاجي ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم فكون أبو بكر وعمر يخشهم عند رسول الله دي بدينات مستعمرة دخلت عنوى على رسول الله صلى الله عليه وقاله بعد ما استأذنهم من بنته أبو بكر استأذن من بنته وعمر استأذن منها قبل ما يموتوا الاثنين عشان يتدفنوا جنبه لان هم عارفين ان اللي في مقام حاضرة النبي صلى الله عليه وقال ان اللي في جنب الواصي بيبالوا وضعه له كيان والعذاب يحاش عنه وحاجات زي كده وعشان يبالوا ملكيان بتاعهم فلذلك يستأذنهم بقولك زي ما احنا بنقول عبد النصر كان يقول اعطى من لا يملك من لا يملك لمن لا يستحق فعائشة مورثتشي مش ابو بكر قالنا نورث من اي من طلق كون ابو بكر وعمر داخلوا على الرسول يا دول على الناس مغتصبة والاغتصاب في دمهم بدليل يغتصبوا حقه وهو حي واغتصبوا حقه لما استشهد ودخلوا في مكانه رغما عنه لانه صلى الله عليه وقاله كان في البرزخ ايه دي المشكلة يا ستاس فايز فين بقى الدليل على ان لما كان هو الرسول قال يدفنوا جنبه ده سيدنا الحسن لما توفاه الله واستشهد وراح عشان خاطر يدفن عائشة وقفت قدامه على البغلة مرة تركب جمل ومرة تركب بغلة وراح مران ابن الحاكم ام جايه وجايه بالسهام وقعد يضرب في الجسد الطاهر لما لما اذر الجسد الطاهر وهو مسجه هو ميت وهو مستشهد على على السرير عشان يدفن وسيدنا الحسين مرضتش يعمل مشاكل لانه سيد الحسن كالموصيه اخوه الاعظم الاكبر منه هما دول في دمهم نصبوا عدوى الاهل البيت وبرثهن في مصر لانه ضحكوا علينا